مرحبا بكم دولة اوروبية تقرر فتح حدودها الجوية مع المغرب ودول اخرى اعتبارا من اليوم ذكرت وكالة الانباء اوروبا بريس بان روسيا قررت استئناف رحلاتها الجوية مع تسع دول من ضمنها المغرب وذلك بعد تحسن مؤشرات وباء كورونا بهذه الدول واضاف المصدر نفسه بانه تقرر استئناف الرحلات الجوية مع النامسا والمجر ولبنان ولوكسنبور وموريشيوس والمغرب وكرواتيا اعتبارا من 10 يونيو برحلتين اسبوعيتين الى كل دولة في داتسيا قررت موسكو السماح برحلة اسبوعية مع العاصمة الالبانية تايرانا بالاضافة الى استئناف الرحلات مع المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم 2 يونيو فيما قررت تمديد تعليق رحلاتها مع تركيا وطنزانيا